تعقيدات كثيرة تحيط بمحادثات قاهرة بين حماس وإسرائيل للوصول إلى صيغة اتفاق بشأن الهدنة قبل حلول شهر رمضان مصادر أكدت للعربية أن الخلافة حول المدة والعدد لا يزال قائما حماس طالبت بزيادة عدد أيام الهدنة وأعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم فيما رفضت تل أبيب أسماء معتقلين تريدهم الحركة موقف حماس هذا لم يتغير حيث أكدت أن التفاصيل التي تريدها إسرائيل عن المحتجزين لن تحصل عليها قبل وقف شامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة وفي موازات ذلك أكدت مصادر إسرائيلية لصحيفة يدعوت أحرنوت أن تمسك حماس بموقفها لا يشجع على إكمال محادثات القاهرة وكانت إسرائيل قد اشترطت حصولها على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة لحضور المحادثات